ماروك اخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله وحسب مصادر اعلامية فان الحادث الذي لم يسفر لحسن الحظ عن خسائر في الارواح وان الركاب ناجوا باعجوب من هذا الحادث بعد ان تمكنوا من اخلاء الحافلة بسرعة كما خلفت النيران خسائر كبيرة في الحافلة المذكورة التي تربط بين مدينة مكناس وجماعات قروية اخرى مجاورة ولا زال سبب اندلاع النيران في الحافلة مجهولا فيما رجح البعض ان يكون السبب هو وقوع تماثل كهرباء بمحرك الحافلة ولم تكن هذه هي المرة الاولى التي تعيش حافلات شركة نقل المدينة مثل هذه الحوادث